تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على بيروت وتهران تلقي بذلالها على الداخل الأمريكي والذي أسفر عن اغتيال مدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والقياد في حزب الله فؤاد شكر سارع وزير الخارجية أنتوني بلينكين للتنصل من التهم المنسوبة لواشنطن في دلوعها بعملية الاغتيال فيما أعربت الإدارة الأمريكية عن قلقها من عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في ظل إمكانية أكبر للتصعيد واشنطن حثت إسرائيل على ضبط النفس وعدم التصعيد لتهديئة الوضع لكن هذا الصعب في ظل التوترات العالية والتهديدات الإيرانية ومن حزب الله برد حتمي سيعاقد الأمور بالنسبة للمفاوضات ولا أرى هدوءا قريبا في المنطقة الحراك السياسي عبر المحيطين في أوجه لمحاولة احتواء التوتر فواشنطن على لسان جون كيربي منصق الاتصالات في مجلس الأمن القومي لا تتوقع صراعا شاملا في المنطقة باعتباره وشيكا وإنها تعمل على منع حدوث ذلك فيما لم يخفي الكونغرس قلقه إزاء المستجدات حيث تساءل أعضاء في مجلس الشيوخ إذا كان الاغتيال متعمد لتقويد محادثات إطلاق المحتجزين أعتقد أن الولايات المتحدة والديبلوماسية الأمريكية تجابه واحدة من أصعب اللحظات في وضعها ولكن من الواضح أن الأمور تسير في اتجاه المزيد من الحزم حتى تجاه نتنياهو بمعنى أن قضية الدعم والغطاء السياسي لإسرائيل الذي قدم يمكن أن يكون موضع مراجعة في حال أقدمت إسرائيل على أعمال أكثر من ذلك في إطار الرد على ما قد يتخذ حزب الله وإيران هذا ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤول بالبينتاجون أن واشنطن حشدت 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط في الساعات الأخيرة الحل الديبلوماسي قد تكون الجملة الأكثر تدولا في الأيام الأخيرة في أروقة مراكز صناعة القرر الأمريكي فتخوف واشنطن من الانزلاق إلى صراع إقليمي لم يتبدد فيما يحمل كثيرون واشنطن المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بسبب دعمها المصدقي لإسرائيل أروان زعتر قناة الغد واشنطن